الشاش أو الحواق لباس لا يتخلى عنه الرجل الصحراوي فهو أحد الثقافات المتجذرة لدى سكان هذه المناطق قطاع رأس تقليدي يرتديه كل حسب طريقته هنا بتاغيت الحواق عادة كان يستعملها الإنسان البداوي منذ قيدم تاقيه من الحر على الصيف ومن برد على الشتاء وكي يكون اللي فونت صابل كي كانوا كان يتمشوغي في الحيوانات في الجيمال وكاينين الحواق نتاع موريتان نتاع العلماء وكاينة عايشة نتاع دهن نتاع الظهر وقوش على العينين وزين في البصر محدك تحوق به تم زين في العينين وزين في البصر ويقلعق على التاليس وهذا هو إن شاء الله الشاشة رمز من الرموز المكونة لشخصية الرجل الصحراوي كونه يقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء وحتى الزوابع الرملية خاصة ممن يمتهنون تربية الإبل ويقطنون السحاري ديروا الحواق على السمش على الريح وطويل ديرها طويل باش حسنا بغيت موكين جيش بدن من البيرل ما جيش بد بيه جداد قاع كان يديروا الحواق قاع جدود كان يديروا الحواق قاع صرتوا في الصحراق قاع يديروا الحواق قولهم يقول لها الشاشة لا العمامة العمامة فتلي دروها الصفرة الحواق هادي يحميك هالعجار تحميرك هالبرد كل شيء وملح هادي هادي اللبسان تاعنا تاع الصحرا هادي هي باق من الجدود من الجدود الولى من الصغير حتى الكبير قاع نديروا الحواق الشاش أو الحواق الرمز المميز للرجل البشاري خاصة والرجل الصحراوي عامة إرث يجسد عادات وتقاليد المنطقة المتوارثة أبا عن جد